افادت مصادر صحفية بعودة الجزائر ولوبياتيا الى اعلان الحرب على المغرب بهياكل البرلمان الاوروبية والمفوضية الاوروبية بعد توصلها بمعلومات بوجود مباحثات وتنصيق بين البرلمانيين المغاربة ونضرائهم بالبرلمان الاوروبية لتنظيم ندوة بمدينة الداخلة وفد المصدر بان الجزائر تحاول بجميع امكاناتها ولوبياتها منع الندوة التي ستكون لها رمزية كبيرة حيث سيقف الحاضرون الذين ينتمي غالبيتهم للجنة الاوروبية المغربية المشاركة وكذا اصدقاء المغرب بالمفوضية الاوروبية المصدر داتو شدد بان اجتماعنا عن بعد عقيدة خلال الثاعات الماضية بين البرلمانيين المغاربة ونضرائهم باوروبا حيث تم التطرق لموضوع الندوة وزيارة معبر الجرگرات الحدودية للوقوف على الوضعية الحقوقية بعيدا على الفبركة والحروب الاعلامية والسياسية والديبلوماثية التي تنهج والجزائر والبوليثاريو من جهة تانية افدت البرلمانية فتيحة سداس بان وفدا عن لجنة الخارجية بمجلس النواب سيذور مدينة الداخلة ومعبر الجرگرات ابتداء من يوم الاربعاء الثاني دجمبر الجارية حيث ستستغرق الزيارة الى غاية مساء يوم الجمعة المقبلة وحول اجندة ورمزية الزيارة البرلمانية اوضحت سداس بان خطوة نواب الامة تهدف الى ايصال الرسالة للداخل والخارج ما فاده ان معبر الجرگرات الحدودي مؤمنة وان الوضعية مستقرة وان العملية الامنية ناجحة للجيش المغربية حيث قام بتثبيت السلم والامن وانثيابية حركة المرور بالمعبر الهام حيث شددت على ضرورة اطلاع المنتظم الدولية على حقيقة الوضع ميدانيا واختسمت البرلمانية بان الزيارة ستنطلق من مدينة الداخلة وان اعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب سيذورون كذلك المعبر الحدودي الجرگرات بعد ذلك حيث سيعقد البرلمانيون لقاءات مع المثؤولين المغربة بالمنطقة تستعد الشركة الالمانية العملاقة بوش لفتح مقر اذاري رئيسي في المملكة المغربية هو الاول من نوعي في القرى الافريقية من اجل تثير وتدبير العمليات التجارية لهذه الشركة سواء داخل السوق المغربية او في باقي الاسواق الافريقية التي تسعى للتمدد فيها وحسب مصادر اعلامية بهذا الخصوص كشفت شركة بوش الألمانية التي تعتبر من اكبر الشركة الاوروبية في العالم انها بصدد بناء مقر اذاري رئيسي في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء على مساحة تصل الى 2700 متر مربعة على طريق المطار الذي يربط بين طريق السيارة ومركز مدينة الدار البيضاء ووفق ذات المصدر فان عملية بناء هذا المقر الدخمة من المخطط وفق بوش ان ينطلق في السنة المقبلة 2021 التي لم يبقى على حلولها ثوى شهر من الزمن ومن المنتدر ان يتم الانتهاء من انجاز هذا المقر في السنة 2023 ليدخل في تلك السنة الى حيذ العمل بشكل رسمي واشرت المصادر نقلا عن الشركة الالمانية المذكورة ان الهدف من انشاء هذا المقر هو توحيد جميع العمليات التجارية التي تقوم بها شركة بوش في المغرب اضافة الى الاشراف على العمليات التجارية لذات الشركة في الاسواق الافريقية الاخرى داخل القارة وحسب الشركة الالمانية دائما فان انجاز هذا المقر الاداري سيساعد على تثبيت وتعذيذ تواجدها في السوق المغربية اضافة الى اعطاء دفعة قوية للتوسع في القارة الافريقية انطلاقا من المملكة المغربية وتقوية حضورها في كافة العنشطة التي تشتغل فيها وتجدر الاشارة في هذا السياق ان شركة بوش تعتبر شركة متعددة الانشطة حيث تنشط في قطاع الثيارات والاجهزة الالكترونية المنزلية والخدماتية والتكنولوجية اضافة الى انها تعمل على تقديم حلول في مجال التنقل والمواد الاستيلاكية وغيرها وكانت هذه الشركة الالمانية قد استقرت بشكل رسمي داخل تراب المملكة المغربية في سنة 2008 عندما فتحت فرعا لها في المغرب متخصصا في الاجهزة المنزلية وتعتبر من العلامات العالمية الرائدة في مجال التجهيزات المنزلية وتحضى بثمعة جيدة في الثوق المغربية كما هو الحال في الاسواق العالمية الاخرى اكدت الشركة الاسبانية للدراسات والاتصال ان مشروع الربط القارية التاريخية بين المغرب واسبانيا اصبح ممكنا بعد دراسات حول الامر الشركة اعادت المشروع للواجهة بعد زيارة مسؤوليها لبلدية طريفة التي تعد جزءا من المشروع في الضفة الشمالية وطنجة في الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط وبحسب الشركة فان الصعوبات الجيولوجية التي واجهت المشروع وادهار دراسات صعوبة حفر بعض المناطق نظرا لطبيعتها الطينية تم تجاوزها حاليا اذ اظهرت الدراسات ان افضل مشروع يمكن انجاز للربط بين المغرب واسبانيا هو مشروع نفق تحت مضيق جبل طارق الشركة اشارت الان هناك امكانية حفر المنطقة الطينية بواسطة اليات حديثة وبشكل دقيق ما سيمكن من تجاوز الصعوبات المطروحة وكان قد تأهل مشروع اسباني الى نصف نهاية مسابقة علمية عالمية يهدف الى ربط اسبانيا بافريقيا بواسطة تقنية الهايبرلوبة التي تستعمل من خلالها كابسولة في التنقل داخل انبوبة بسرعة 1200 كم في الساعة وحسب منابر اعلامية اسبانية فقد شارك في المسابقة المثماتة تحدي هيبرلوبة العالمية التي عرفت تسجيل 2600 مشروع 35 فريقا من مختلف انحاء العالم وتفاصيل المشروع تقول ان الكابسولة المذكورة تمكن من ربط مدريل بمدينة طنجة عبورا من مضيق جبل طارق عبر نفق عائم خلال ساعة واحدة فقط افراد المشروع البالغ عددهم 25 فردا كانوا قد تلقوا تدريبا في عدد من الشركات العالمية كارباث وطلفونيكا وريسبول سنكون في اي مكان ننقل كل شيء وسنجعل الكل متصلا ببعضه هذا هو شعار الفريق المسؤول عن مشروع الهايبرلوبة الخاص بتقنية جديدة في النقل بسرعة الطائرات ولكن بتكلفة نقل المواصلات العامة العادية حيث يصفها ايلون ماسك مخترع تقنية الهايبرلوبة الامريكية الذي يملك العديد من الشركات من دمنها سبيس اكس وتسلا موتورز واحد مؤسسي مشروع الرحلة الى المريخة بانها اكثر وسائل النقل راحة وامانة وصرعة وكذلك اقلهم تكلفة الهايبرلوب هو نظام للنقل السريع يستخدم انابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين المحطات تندفع فيها كبثولات الركاب بسرعة عالية على وسادات هوائية مضغوطة لا تحتك بجدران الانبوبة تستطيع كل كبثولة حمل نحو عشرين راكبنا كما توجد مسافة امان بين كل كبثولة والاخرى تبلغ خمسة اميالة تشبه الهايبرلوب في ميكانيكية عملها عمل الطائرات بالضبط فهي توفر كبثولة مليئة بالركابة تنطلق داخل انبوب ووفر بيئة منخفضة الضغط تشبه كثيرا طائرة على ارتفاع عالنة ورغم ذلك فلا يكلف ركوب وسيلة المواصلات التي تعمل بتقنية الهايبرلوبة نفس تكلفة استخدام النقل الجوية فهي تعمل بسرعة الطائرات ولكن تكلفة الفرد هي نفسها تكلفة المواصلات العامة من قطارات داخلية او حافلات وجه الرئيس التونسي الاسبق منصف المرزوق رسالة الى ثاكنة مخيمات تندوف الذين اعتبرهم رهائل لدى النظام الجزائري حيث دعاهم الى العيش تحت ثقف المغرب عوض الجري وراء الثراب ووهم لن يتحقق وقال المرزوق خلال مشاركة في ندوة رقمية نظمت جمعية شعاع الحقوقية الجزائرية بعنوان واقع ومستقبل الحرية والديمقراطية في الجزائر نهاية الاسبوع المنقض ان النظام الجزائري المتهالك يبيع الوهم للصحراويين ويتخدهم رهائن لخيار سياسي خاطئ واوضح الرئيس التونسي الاسبق ان الصحراويين عود ركضهم خلف وطن لن يوجد يوما لان ذلك سيؤدي الى حرب طاحنة بالمنطقة لن يسلم منها احدا فلهم امكانيتي ان يكون لهم ثلاثة اوطان وليس وطنا واحدا الاول هو الحكم الداتي داخل الوطن المغربية الثاني هو الوطن المغربية والثالث هو الاتحاد المغاربية ولفت المرزوق الى انه عندما يصير عندنا اتحاد مغاربية فالصحراويون عوض ان يكونوا تحت الحماية او الضغط في منطقة صحراوية بالجزائر يكون عندهم الحق في ان يستقروا في سونس او يعملوا في ليبيا او الجزائر والمساهمة في الانتخابات في بلدان الاتحاد المغاربية وهكذا يكون لهم وطن مفتوحة وجواز صفر مغاربية ويكونوا جزءا من الامة وينالون الاحترام وخطب المتحددات والصحراويين بتندوف قائلا محبة وتقدير لكن عليكم الخروج من هذه السردية الكاذبة التي ترتهنكم وترتهن مستقبل المغرب واعتبر المسؤولة التونسية الاسبق أن النظام الجزائرية اجرم في حق الشعب الجزائرية والدليل تورته عليها كما اجرم في حق الاتحاد المغاربية وفي حق هؤلاء المثاكين المرتهنين لأكثر من 40 سنة في اشارة منه الى الثاكنة مخيمة تندوف من جهة اخرى اتهم المرذوق عن نظام الجزائري بالتآمر على التورة التونسية وقال خلال تورتنا كنا اكدنا للحكومة الجزائرية اننا لا نريد التدخل في شؤونها انما نريد ان تكتمل هذه التورة التونسية في احسن العلاقات مع بعض لكنهم تآمروا علينا ووضعوا في وجوهنا العراقيلة فقد عانينا كثيرا من النظام الجزائرية خلال تورتنا يقول الرئيس التونسية الاسبقة